سوف ندعو بالوصفات للغيفة على شكل كوكياج نعم، الغيفة على شكل كوكياج هذه الغيفة أنا عمرتهم باللوز نقدر نعمرهم بلا كخيم باتيسيا غلابغينا دونك الحشوان تفننوا فيها كذلك ممكن نعملهم مالحين أنا وعدة المشاهدين لي أني ننزلهم مالحين غير وقت لا نساعدنيش مؤخراً سوف ننزلهم مالحين بالنسبة ل هذه الغيفة نحتاج لهم 300 جرام ديال طحن الفورس 150 جرام ديال طحن الفينو 40 جرام ديال طحن الفورس مليحة، مع القاس صغيرة ديال سكار 40 جرام ديال زبدة هذة زبدة تندوبوها تنستيع بلوها بردة أعرف شنو كنديرو، قلنجمعوا جميع المقادر طحن مع قادر المقادر اللي قُلس وتزيد الزبدة مدوبة، قلنجم كل شي بالمدافي تتتتبلك العجيلا مزيان بحليكن دلك الكل ملاوي سوف نتتتبلك زبدة كنخليها ترتاح من بعد تنقطع العجينة على جوجه بشكل تغيبني من يجب أن نقطع العجينة تنطلقها جداً على طول تنظرها في الماكينة كانت تحتاج الماكينة ديالت ورق هنا الماكينة ديالت ورق شوية مهمة يعني كنت عندنا تساعدنا بزيس لتنطلق العجينة غير بدل لك ستأخذنا الوقت بزيس لذا نرقق العجينة تحت المرأة الخارجة التي عندي في الماكينة نحبط العجينة كرقق نحبط العجينة بزيس لتنطلق العجينة كان الناس الذين يجربوا الوصفة خلال قناة ديالي قالوا الناس الذين يجربوها أول مرة يجوني هكذا كمورقين لأنني مولفا لأن الوصفة ديالي نعرف كيف نصوب لكم كياجة لكي تجيني مورقة اللي سيصوبهم أول نوع يقدر متورقولوش بحالي لذا سيقوم بزيس يخلطها شوية مع الخميرة الحلوة نص معلقة صغيرة وصفة ويدهن ذيك العجينة اللي هبطت في العجينة مورقة رقيقة يدهنها ببنسو لأنني نجرب ندهنها بيديت قطعت العجينة نضم قد دهنوها بأمبنسو وقد بدون اللوي وقد نصوبه أمبودة وقد نصوبه وقد ناخدوا واحد سكين نقطعوا ضوارات نحسبوا واحد سنتين هكذا وكل ضوارات نحبطوها بحالي نصوبه طريبة نحبطوها نحبطوها من المركز للدائرة وقد نتحبط تترجع لنا في الجوال الوسط هذيك اللي في جيوه وقد نحبطوها وقد نحبطوها من العقدات اللويس كنت هندي موجودة وقد نحبطوها نحبطوها وفشة نفرجوه من الفران تندردوه اليوم سكار ومقادير ديال الغايف على شكل الكوكياج المقادير قول 300 غرام ديال التحاند الفرس 150 غرام ديال التحاند الفينو مليحة معلقة صغيرة ديال السكار 40 جرام ديال الزبدة مدوبة وتنجمع العجينة بالماء مدافي وها هي طبعا الطريقة كيف سمعتونا قدمناها لكم غادي كل السيدات ان شاء الله هتنجح لهم هاد الوصفة والوصفات كلهم اللي تنقلوا ركاينين في الفيديو يعني الناس اللي بغاودا يشوفوا الطريقة ركاينة في الفيديو يرجعوا للاشر وغادي يساقوا الفيديو مش روح بالتفصيل اشتركوا في القناة